للقهوة العربية تقاليد ترتبط بالضيافة كما لها قواعد لا يمكن تجاوزها ومنها طريقة التقديم فالقهوة العربية تقدم للضيف باليد اليمنى كما على الضيف أن يتلقاها أيضا باليد اليمنى ومن بين العلامات الخاصة التي تعرف لدى العرب أثناء شرب القهوة هو هز الفنجان في إشارة من الضيف إلى الاكتفاء وإلا فأن المضيف يستمر بصبها له وفي ضيافة الملك سلمان حل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضيفا وكعادة العرب قدمت للضيف القهوة العربية ولأن الضيف قادم من ثقافة مختلفة وعادات بعيدة قدم الملك سلمان لمحة سريعة لضيفه عن قواعد شرب القهوة العربية جمهور واسع على وسائل التواصل الاجتماعي تناول هذه الوقفة الملكية مع ترامب فيما يتعلق بهزة الفنجان بعد أن رصدت كاميرات وسائل الإعلام المختلفة التي تابعت استقبال الملك سلمان للرئيس الأميركي في الرياض كيفية تناول فنجان من القهوة العربية كما أن لعدد مرات شرب القهوة مسميات وطقوسا خاصة الفنجان الأول يطلق عليه الحيف ويشربه المضيف ليثبت للضيف أن القهوة ليس بها ما يؤذيه والفنجان الثاني يطلق عليه فنجان الضيف وهو عنوان للإكرام والمعزة بينما الفنجان الثالث يطلق عليه فنجان الكيف وهو للاستمتاع بطعم القهوة أما الفنجان الرابع فيطلق عليه فنجان السيف وهو يرمز إلى أن الضيف سيقف إلى جانب مضيفه في حال تعرضه لأي أذى أو اعتداء راشد العيد العربية اشتركوا في القناة